موسيقى كلينيكا صوت لبنان صحة قلبك مع دكتور توني نعمي اختصاصي قلب واشرايين أهلا وسهلا فيك دكتور نعمي أهلا فيك يعني كالعادي بنبدأ وصاروا المستمعين بيعرفوا والمشاهدين أرقامنا بيتصرفكم على 0132535 7600 1105 003 والواتساب على 7600 1101 اليوم موضوع حلقتنا أي متى من روح لجراحة قلب مفتوح وأي متى من عمل رسور فقط هل هناك شرقين مختلفين؟ نحن نتحدث عن مرات شرين مرات صممات هذا هو اختصاص لواحده في عنا صرفينا نغير صمام بالتمير بعد أن نعمل جراحة قلب لكن هذه هي إلا إنديكاسيون معين وإلا شغلات معين نحن نتحدث عن شرين القلب بالقليل 50% من المرضى اللي يطلبون جراحة قلب لشرين القلب بين عملنا الرسورات ولكن لدينا كذا شرط أول شرط في محلات بالشرين بعد أن يكون منها مصابة وتامي شرط وأهم شرط الحكيم اللي بديو يعمل الرسورات هاو ديو يكون عنده خبرة كثير حكمة بعمل الرسورات وكثير حكمة شاطيني بس صدقيني اللي بديو بديو يحول مريد قلب مفتوح للمريد الرسورات بديو يكون عنده خبرة بها الشغلة لأن هذه العملية بتكون أصعب من غيرها وبالنسبة لحكيم عنده خبرة بتكون مثل مثل غيرها أكيد يعني متل ما أنت عندك زي عندك أنت فراري بديك تصالحي لا يمكنك أن تصالحي بمحل تصليح سيارات عجلة اختصاصة لكل غراضة بحكمة كثير شاطيني قادرين يعملوها أكيد مشكلة بيعملوا الرسورات بيقدروا هيك يعملوا هيك مريض بشان هيك واحد مش غلط ياخد رأي واحد اثنين وثلاثة ونشوف الحكيم اللي عنده خبرو هالموضوع بشان هيك هايدي الشغلة وصدقين المينموم لدينا ثلاث موضع بالشهر بيجيوا عيني بيكون بدنوا قلب مفتوح وبيسألوا كذا محل وكذا حكيم وكذا وكذا اوقات بيكون جي من غير بلد وساعدين بلد تاني وبيعملنوا الرسورات وبيطلعون تاني يون وبلوقت اللي كما حدا قبل يدق فيهم وبيمشي لحالهم شو عم بتحل مشكلة كتير كبيرة بيحفو منها العالم هاي من زمان هاي من زمان محلولا احنا من 28 سنة بيشتغل بالبنان بتحول المريض من اللي بدوه لا لا مش حول المريض بدو عنده تلات شريم ساكريم بقول لها هاي دا قلب مفتوح لا هاي دا مش قلب مفتوح هاي دا ازا بيعملوا الرسورات بتعملوا الرسورات طب على اي اساس بياخدوا المفتوح حسب عملك حسب اول شي خبرة الحكيم اول الشي تاني الشي حسب الشريم ومصاب ازا بقاولوا باخروا مكلس وش مكلس ايه انا بقتيكي مش كليه من 28 سنة وقتها نحنا كنت وقاد انا انا ومشي خمسة بس بكل ابنان كان من ثلات رسورات وقرب رسورات المريض هاي دا الحكيم بيعمل رسورات الكتير ليه ما عمل قلب مفتوح ما كان درجة بس واحد يقوموا رسوران يحاولوا قلب مفتوح باش معناته انه كان في حدا عم بيكذب حدا كان في هيك الطب بعد ما تقدم وقتا انا كنت جاي من جاكبير بتلوز كان درجة نحنا بالسانطر عنا ممنوع تعملي قلب مفتوح الا اذا فشلت بعملية الرسورات ثوري منها جملة هي ممنوع تعملي قلب مفتوح قد ما يكونوا شي مسكرا انت بس مريض ينعمل تميل كان من ثلاثين سنة اذا هالشريان مسكر في اثنان مسكري مع بعضهم خاصة اذا الاساسي مسكر دغري هادا قلب مفتوح ما يفكروا فيها لأ هلا حتى الجيل اللي عم بيجي جديد الشباب الجديد اللي عم تجي عم بيجيوا حتى بيعملوا خمس رسورات وستر رسورات حتى بالجاشة اللي هم من اهم محلات تميل لعنا بلبنان كانوا بالقوي يرفضوا لنا عمليات رسورات اثنان او ثلاثة حلا بيعملوا ست رسورات فرد ضربة ونتيجهم هائلة وعظيمة وصنطر كتير ناجح اللي عم قولوا انا انه اول الشي الطب بتغيى نحنا عين بينه 20 سنة نفس الشي لانه حسب انت كيف تكون يدالس القصة نحنا دالسين بمحال انه ممنوع بتعمل قلب مفتوح الا اذا فشلت لعملية الرسورات قد ما يكون اشتر يعني بتنعمل رسور بيرجع بعدنا بتنطروا على المريض اذا نجحت العملية اما لا منرجع من روح المفتوح لا بس انك تعمل رسورات بطل في المفتوح بتخلص من المفتوح اذا فشلت الرسور اذا فشلت هون الشطارة تاخدي المريض تقولي بتنعمل معي ما رح تفشل معيك بس انت الشريين بيكفي عندك شلوحة بيكوم سكر خمس محلات هيدا بيكتفتحي خمس محلات هيدا بيكفي عندك اهيا تعملوا عملة مفتوح لو انت يقل المفتوح نتيجة الشريين بس تبتحي بالرسور واتخلي كله عيش احسن نتيجة اسرع وأحسن واروى للمريض ومفي عندك شقة هداش نسب اليوم بلبناني جراحة المفتوح الخفت كثير خفت 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 بس شو بالقبل كانت كان يد قد قد رسورات كان علينا كنا نحنا نعمل رسورات كثير كان علينا حارب شي عنه لي ما بتعنو المفتوح ومعرف هالشي حلا انا ابقى اود مسلا اي حكيم اود بيقولك 30 مية موضاء انا اود الى خمسة بالمية هلا سلم ودي اثنين بالمية. هل ادعم لان دجاك انا متقدمين. انا مش هيدا هدفي. هدفيش تلات شغلية تعرفوا. انه ممنوع واحد بيعمل قلب مفتوح او رسور. الا يساء الحكيم او اتنين او تاتة. مش غلط ابدا. ياخد رأيون. شو بيخسر? ما يمشي برأيون. بس الحكيم اللي بيكون بديو يعمل هال رسورات بدأ المفتوح بيكون دجا بس تقعدين معه وتعرف انه عنده سعب حاله. بتعرف انه عايلك النتيجة مضمونة بتعرف انه تحسبيه لانه في عند قلب مفتوح بتفتحي الصدر بتعملي الشريان. ما عندك شي بتاعرف اذا الشريان ركب او ما ركب لانه انتبه. قد بيكون جراح شاطر. هو عاد الشريان بيركب محل. بس ما القطبي بتلقط شوية صغير بيسكر الشريان. لا ما بيحس المريض مسكة لانه بيكون مبنج. بنابا بالرسور عم تعمل هو مريض واعي. اي غلطة بيحس فيها المريض. اي طعب بيحس فيه المريض. بشان هيك انه نتيجتك انت مضمونة بتكون ومبينة. مش انه عم تحكي لو المريض قول ايه بن نعمل لها بخلصنا. طيب شو مضاعفات الجراحة القلب المفتوح? عمال هي كبيرة. عمال هي بعيدة كبيرة. بالرغب من تأد دماغ. وغلا عظيم صارت. عقلت نعملها قلب عم بيدق. عم بيدق. عم بيدق. عقلت نعملها بجراحة صغيرة. بس ادما كان اسمه الصدر. انشارت عدم. تبعيد الصدر عن بعضه. توقيف القلب او عدم توقيف القلب. مع واصل شريان. بدل اسمه عمالية قلب مفتوح. مشانك حتى الصممات سنعمل غيرها بالتميل يعني. المشكلة بتختلف في الاسعار بس. بالصمامات. بالقلب المفتوح والرسورات. تقريبا سعرهم نطلب بعضه. الرسورات ارخص. بس بالتغيير الصمام بالميل اغلى من القلب المفتوح. بكتير. اليوم نشوف القلب المفتوح على عمر كتير كبير بيكون. لك. برجع بقول لك. القلب كالب. وكشرين قلب. نحن دراسة طبعا عملناها عملك عن جد من ثلاثين سنة هي عملينا. عم جاك بيال بتولوز. كنت الدراسة انا كنت الاطروحة طبعي. انو شو الفرق بالرسورة. قبل خمسين سنة ابن ثمانية سنة. مش ابن ثمانية سنة. النتيجة عند فوق ثمانية سنة وقال خمسين سنة نفس الشي ما قلن علاقها. بس شريان هو شريان. بالقلب المفتوح بصير ازا هالزلمة عمره كبير. وما عنده مشاكل بتبنجيه متل متل غيره. يعني برج عملنا اربعة وثمانية سنة مريد عملينا له ويريك بعض نصي اه اجعل وضع تانية او عم مشي. البرج تبع الوريك اصعب من البلج تبع المفتوح هي زيتها. او هي مش اصعب من هي زيتها هي اهم شي ازا ما بيقدر يتبنج ولا لا. في عندك ابن خمسين سنة ما في يتبنجها بيغسل كله بيدحكين روية رحية. حسب مشاكل صحية لانتها. ما قالوا علي القلب نتيجة القلب المفتوح ونتيجة طبعاك اهم شي بتعطيها على القلب. على القلب النتيجة بعد الثمانية سنة متلها متل بعد الثمانية سنة. هي بيجيك ما بدها شي انا من جمعة عندنا مريض بارم بارم ممكن بلاد عربية كلها تعمل قلب مفتوح. وواحد عرفت عمره رسولات. هل اصد في انو هالحالي مرعلي مدلو رسولات. هل فهل تانيا. تانيا بيجا مريض. ولا اهيا من هيك. جاي ما بوش يا من نالو تميل لانو عالتو بالقلب. عندو شريان كتير بسيط مسكة. فتنة نفتحو. علقنا جوه قد ما في عندو كل سبس شريان. قد ما عندو باحس شريان. يلي بالاخير بالطب ما في واحد زال حوالي اتنين. اي شو حولتو له جيران? لا لا. في طريقة في طريقة ينكملو اياه بس بديك تأتي ادوية تحضري اكتر. بس انو لهم ما حنا ما بيصير معه مشاكل. اهم شي ازا معك ما صارت مع امك مشكلة تعفت خلصي حالك. هون اول شطارة. وتاني شطارة. تعرفة اه كيف المريض تكمليلو علاجه بدون ما تقزيه. اهم شي ازا ما فت ما تقزي. تاني شي اهم شي بالحكيم الجيد او حكيم الجيد اول شي. عدد الشراكات بتصير عندو ما تكون اكتر مرة بالشهر. بتكون اكتر مرة بالشهر اين. ما فينا كل جمعة يكون عندو الشراكات تكون. في عنا مشكل ساعتها. يتي بيحقلك كل ميتان مريض مشكلة او مشكلتين. وعشرت انو هالمشكلتين تعافي تحليهم. لا لانو حتى بالرسترات. اذا شو ما صار معيك صار في عندك ادوات تخلصي. نعم. خلينا نبدأ باتصالات الناس. رحت عند حكيم قال لي بعملي فحص قلي عنده تسكير ثلاثين بالمية وشريين. ما في يعمل. اذا بش تميل ما في فحص. ما في فحص بأرجيك ثلاثيك تقريبا بأرجيكي او التميل. ما في فحص الا التميل بأرجيكي بدام سكر الشرير على الات. طيب عمل التميل ثلاثين بالمية. اه مصبوط. شو؟ عمل التفحص. ايو. نحن عالميا عالميا. ممنوع تحطي. USP او بالون الا عشان مسكن سبعة مية وطالع. اه تلاثين بالمية شو يعني? سبعة مية وطالع. اه تاختي نكاكولات ريس بس ما بدى شو بدى يعني? بدى بدى داوة بدى داوة. لانو لانو الشريين الشريين اللي بيكون تلاثين بالمية ما برجع لورا. تلاثين اذا شو ما تيعطي داوة شو ما اعملتك? شو ما اعملتك؟ ما برجع تلاثين لورا. بس الداوة بخدر. ما يقدم بسرعة. ثلاثين بقى تصير ستين ازا بتدخني بسنة. ازا ما بتدخني بسنتين. ازا عندك سكر دخان بتصير بستة شو بستين. بشان هيك. كلمة السبعين بالمية ما ننتبه لها. في عندك ورده ببين الشريم سكروا خمسين ستين بالمية. بس ازا بس يمشي موجوهة. طب ازا عطيت ايضا وضل موجوه. هيدا بيكون خمسين من جوة مبيني خمسين من برا. بس بجوة بيكون الشريم سكر بطريقة دائرية. عبتصوريها من هم بيني انا س سبعين او خمسين بسين جوة مسكري اكتر. هيدا لو كان خمسين بالمية مبين عليك. ومريض بعضو موجوع. وعددوه ما تحسر هيدا بينعملو رسور. ازا ما عنا شي ما كان اسمها اف اف ارد هتقيس الضغط بيقلو. يلي في مرضى تحت السبعين بنعملها حسب شهوط المريض. حسب وضعو. حسب زا عندو سكرية حسب عندو كزا. بس اجمالها القاعدة الاساسية خمس ستين سبعين ميتة تعملي رسور. طيب. اه هوني ذكرت انه يعني ازا بيكون مسكر خمسين بالمية. قلت بموجوع موجوعك شو بيهو ميشي. بس يطلع طلع بيجعو صدره. بس يطلع طلع بيجعو صدره. بس يطلع طلع بيجعو صدره. بس يطلع خمس طوابئ درج بيجعو صدره. ازا مسكر 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 خمس طلع 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 إذا رأتها للمية المية بيضع صدره قاعد بعمل دبحة. مشان هيك الإنسان الله بيعطيه إشارات. بس للأسف اللي بدخنه فيه يكون شريانه من نيح. عامل جلطة بيسكر الشريان بلا ما يكون فيه تسكين قبل. بلا ما يكون فيه تسكين قبل. في عندك مردة بيكون عندهم جلطة بتعطيهم دا وتتسيينهم دا وتطور يتعملونه للصور بعد جمعة. هيدي الجلطة بتدوب بيبين تسكينه راح. في عندك مردة العكس بس يدوب الجلطة بيبين الشريانه على اساس مزبوط. يدام سكر قبله بعد. مشان هيك عم قللك بالطب إجمالة فيه قواعد عامة فيه قواعد خاصة هي العلاقة بالخبرة. القواعد الخاصة مشان هيك المريض المريض. إذا مريض حط رستور عالسبعين بالمية وعالستين مية. إجا حكيم تاني قال له البكيرتها حطيت ولا حطيته هلأ. قال له كنت موجود وحط لي الحكيم. حسبي حط الحكيم رستور قبل ميسيس هبين مية. هيدا الرستور إذا نتيجته منيحة وظبط ما بيقزي أبدا. بيضل كل حياتك متعايشي معه. بالعكس محل الرستور بيكون أحسن من غير محلات. مش الشغلة الكتير مغلط إذا غلط الحكيم بتقديره للمريض. وحط له الرستور عالسبتين بدل السبعين أو إذا كانت خمسين بدل السبعين ومريض موجوع. لأنه إنتج خمسين ما بقت ترجع لورك. أكيد أحسن تنظري للسبعين. أو رايع بلاد أفريا أو رايع بحليت ما في طب مثل العالم. أكيد بينحط إذا كانت أنا شخصيا عندي أنا 60 مية. وينما كان صار في طب وينما كان. لا في دول أفريا. لا لا لا. في دول يمكن أفضل. بعدها لا لا بعدها لا هلأ بيجينا من هونيكل عن طب. لا حرمت. جايلي لبنانية مش عم نحقين. بيجيونا مرضى بالطيارة هيتحكتم وإننا. نحنا معرفين سويسرا الشارق بكل شيء. سويسرا الشارق. سويسرا كل شيء. مش شايفين سويسرا. لا يزعل منك هلا. خليني أخد كمان مدخلاتكن على أرقامنا وذكركن بالأرقام. 0132535 7611 003 005 والواتساب 7611 001. كنت عم بيخد دواء كوردارون. 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 نص حبة عملي دوخة. لا يستطيع أن نعطيها لفترة قليلة. لكن لا يعمل دوخة بأزة كثيرة. ينشف الرواية ويليفهم. خاصة كثيرة من حبة منها. كوردارون ممنوع يتخذها لفترة قصيرة. تنظبط الموضوع. إذا سبب القطشة القلب. لا يستطيع أن نضبطها بغير دواء. ويقوم بغير دواء كوردارون. تنظبط الموضوع. أحسن منعتي كوردارون مدى الحياة أو كذا شهر أو كذا سنة. لأن الكوردارون يلايف. وينزع الرواية على مدى الطويل. لكن لا يتم تفعل دوخة. فتكون دوخة من أطشط قلب عنده. أكيد في إدوية بديلة. وفي تكنيك بديلة. لكن أهم شيء من تضل على الكوردارون. غلط تضل على الكوردارون كل حقيقتنا. عمر 78 سنة. عملت من أسبوع بالونين ورسورين. الأسبيرين ويخذ بلافيكس A75 ميه. وكذافيران. لا يمكن تضل على الكوردار. ومن أتوى مخاطر؟ ويأخذ بضل أكل مصنف له. وهو خلقًا من أطشط قلب عنده. يمكن إن تضل أحده. يأخذ ما على الكلام بلافيكس. لا يمكن أن تضل أسبيرين معهم. أكيد أكيد. cycle. لا يمكن أن يكون تضلوح بلفيكس أو لجواء. دواء مع ايزا فيرون الا ما شوف النتيجة طبع رسطرات الان بعمرو فيكون عندي تكلس بالشرايين. تكلس شهي بتعطي غير دواء. مش لايك ازا في بعت لنا السيدة عفيديو. بعت لنا يوسع. شو بيصير? ازا اخدن كلهم. البلافيكس انا رأي اهم اختراع القلب صار بتاريخ القلب. فمتي كيف من بعد بيقنا لانه اه كان القلب صار غير القلب يعتبر تخطى. تخطى القلب. البلافيكس اهم اختراع القلب عنا برأيي. بس صار في ادي وشوي قوة منه. احسن منه بحالة معينة. ده بحتي كيف? البلافيكس والاسبرين اهم مدوية اكيد استاتين وكلهو دي منها. بس البلافيكس عظيم لقلو. انا انا مريض اعمل رسطران بلو انه بقطي حبتان عشتين بعدها بقطي حبي كل يوم. في مرة بيكون مكلس هدا عمليك حسر نتيجة الرسطران بدون ضواتين اسمه بريلانتا لقم بفيدني اكتر بيع الحالي. طيب خليني كفي لتا حتى اكد علي قلته. بيقلك ظهرت بي ايدي بقى حمرة غيمة او الام بالعضلات. هل هنو عبي اخد لتا تو. ايه. طبيعا. هل يجب تخفيف الجرعة جاوة باك من دون ما نسألو. ايه. اوك. ايه. بقول لتا تو ما سميت يوم ما فيش كمر الجملة. ايه ما فيك انتي. ازا انتي مرقة بالسيارة بدك تحاولي تتعسيني بدي اهرب. بعدين بجاوبك. بعدين بتشك عليك. الزنجبيل بيسرع دقات القلب عمري اربعين. زنجبيل. زنجبيل غير شو اسمه غير شجل الزلوع. شو اعرف. ما ننزل على اختصاصي تخزيني. شوفت مع الزلوع. شو اعرفين اعرفين في الزن بيني. دكتور قلت انه الشريان بيسكر ثلاثة اربع محلات. ليش? حصلا. في عندك شريان بحطين. بس نفس الشريان. في عندي شريان حطين في حد اعشرة الصور. شريان اليمين بيوصل لوحل بيمرو بيلف كل القلب وبيطلع وقت بيغزي محل الشريان الاساسة. وبيطلع منه ثلاثة فروعة. هيدا محل كل محل المسكة بتحطيله رسور. ليش بسكت لها الاب. ما في رسور. ما في رسور بيطالن كله. ما في رسور فيك تحطيه كتير طويل لانه الشريان بيبلش من فوق اضخير من تحت بيرفع. مم. بيقول لك حكيم خانا حطي لك رسور احنا نوفر. ما فين يوفر باقي حالي. باز احتيت الرسور من فوق اضخير ومن تحت رفية من تحت بيغزو. وزي حطيته صغير من فوق ما بيسكت. عالالبروة. شر هيك بديك الانجو بلاستي اسمه انجو بلاستي. نحن البلاستي تجميل يعني. قبل تجميل الشفاف والوجوه والشو اسمه والشريان. اسمه انجو بلاستي بدو يطلع الشريان اجدد مكان. اسمه انجو بلاستي. هيدا الفن تبعه. مبسوط بالجبلة. حصيتك هيك عم بتعيدك ازا مرة. الو اهلا. الو مرحبا. اهلا. الحياتي حكيم. اهلا. 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 انا بالخنصة وثمانين عندي ضغط وعندي سكر بس تحت السيطرة. هم. هلا بس اه اقعد شي اربع ساعة نص ساعة صاحبي واحدة وقوم. حسبي دوخة بفق التوازن وبيل راح اوقع. طبيعي. بتمد سواني اي القضية. ادي ماذا عم اطلع ضغطك. ضغطي عادي 12 سبعة اثمانة. شو عم تاخد دوة. عم باخد آآ كوديو فون. بس؟ كوديو فون اه. اخوض يوم حبي يوم نصحبي. ها اول شغلة. آآ. تاني شغلة. تاني شغلة. تاني شغلة. بعمرك. بعمرك. اسمه الله عليك صوتك مع انك شاب. الشريان طبعك البطل عندها هالمليوني تاتيشين تقوم معك بسرعة وتفوت معك بسرعة. بس بتكتومك تقعد على تاخد شي نص دقيقة. اه. قبل ما توقف. ومش عايب تتهدى بشي انتو عم توقف اول وقفة. مش عايب ابدا. لانو انتي بحاجة تباكين ما كانوا الشريان اخدوا محلنوا والدم وصل لراسك. بحاجة تاخد وقتك. ما في انتقري تقوم وتوقف. طيب سؤال تاني حاكمي يا سماحة. انا عم بسمع طبيب قلبه شريان. عم بقول لغة لستة 18 كنا نرغب الناس بالانو يتناول الاسبرين. طلع الدراسة اثبت انو اللي ما عنده مشاكل بالقلب. ما بينفعو شي الاسبرين. اذا ما عنده مشاكل ابدو ياخد اسبرين. كل عالم بعد الخمس واربعين بصير عنده مشاكل نشاف بالعالم. هلا كمان بالزمان كان ينايموا الواحد يدربوا بالحجر عراسه ما كان في بنج. كل واحد شكل بفكش. وعرفني خيي. انا بعرف انو المريض بعد الواحد عشرين سنة يبلج يكاتير. بعد الخمس واربعين سنة بصير بدو عنده شريان ومريضة. كل انسلاب. ليش ليش مبارح رونالدو مفوت البنالتي. لانو خلص كبر. لعمر انو حقه يا خيي. انت الشريان طبعك بطل بيمرض الشريان من جوا. بس في بقلبه نشاف. حالنا شاف بدو حماية اسمو انتي بلاكتير. الاسبرين والبلافيكس ما بيمنعو نزيف بيمنعو الجلطة تتجمع محل ما الشريان مريض. هيدي الدراسة رفتي كيف. كل واحد يلوس عزاقه. انا بالنسبة لالي هيدا اهم ده وبعد المشي. اوكي اهلا فيك. اهلا فيك. في عندي فويس مساج مع انو بنفضل يا اتصال واتساب كول او اتصال عادي او كتابة. اذا دوخة. دوخة دائمة ووجع راس دائم. لمريض سكري. هل هيدا شي وعامل رسور. كزا مرة رسور. هل هي الشي بيعني انو فيه. لكن الانسان بده يفكر. انت بدك تفتحي كومبيوتر. بدك تفتحي الدوري وتشتغلي. الدوخة مشو مشو اسبابه. ثلاثة اسباب للدوخة كبير هينين معروفين. يا فقر دام. يا الدينة يا العينين. هاو مطي اسرع الشي بالدوخة. هلا اذا القلب تبع واحد عنده سكر يمسكر وعم بيقشو الضغطه بالقلب صرنا يعني السبب هو القلب. وبعدين صار هو هو الضغط. كل شي بيخلي الاكسجين او الدم يخف عن الراس بيعمل دوخة. يعني كل هبوط ضغط او كل هبوط او كشجين بيعمل دوخة. كل شي بيلعبLife بالعينين بيعمل دوخة, كل شي بتدام داخل د Wildlife. عندك دوخة الديني ما بتضيئ. دوخة الدينل تصيرae تبرم برم يعني. حساسيك ده دوخة ما بتضيئ. دوخة العينين. بتشوف بس تتعبناك بـ الدوخة دوخة تعملي فحص دم. هالقدة كتير بسيطة. ما فينا نشمل. فحص دم. فحص دم تشوف زي عندك فقر دم. هبوط السكر. العلب المرتبط بالقلب. المرتبط بالقلب لا فيه. اذا واحد عنده سكرة وعنده شرين مسكرة. اذا شرين يمي سكر بيقشت ضغطه. كما رجعنا فتنا بنفس الساك بيقشت ضغطه. بطلي طلع الدم علىها بيحس بدوخة. يعني كل شي بيقلل تغذية. كيف تدوخي انت؟ هو لوخة بتجي عطول من الراس. الدينة بتعطي امر للراس تم شان يعمل اكليب. بس تروح الامر تغرب الدينة بروح الاكليب بتعطي عين بتعطي دوخة للراس. شو عم بيشوف. كمان الدم بس يعني كل الصوت طبعا المخ. كل شي بيقسع المخ عشان تدوخ بالدوخ. نعم. اتصال. قالو. قالو. نعطع الاتصال ناخد الفويس. دوخني. دوخني. مرحبا. كان في الاتصال. قالو. 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 انت على الهوى. كان اول دوز الي من اوزامبيك ومن عشية نزعجت معتي وعملت فوميسمان. شو السبب؟ قداش الاوزامبيك اخدو. اول شي. اذا دوز. نحنا الاوزامبيك عبي بالشوفيه صفرصة خمسة وعشريني صفرصة خمسة واحد ونصف. انا ما في وصفه. الاوزامبيك انا حسب رأيي. حسب رأيي. حسب دراسيات تشايفة لانه. المرض اوزامبيك بيخلي المعدة تتكسلا تتنزل الاكل. بيصير اوزامبيك بيخلي المعدة تتكسلا تتنزل الاكل. بيصير بمعنى تاني. شو بيقسرها الشي. يعني بيحس واحد بيلاعي النفس بيحس عطول بيشبع لانه هالاكل عم بيضال بكعب المعدة. بشين هيك بيقول اوات تبع من البونكرياتيت لانه هالمنطقة اللي بتنحشر فيها المعدة. هاي دي المنطقة هي اللي فيها البونكرياس فيها المسالك تبع الكبد. هاي دا عم نحكي بتحليل حسب ما انا عم لجمع. متى وقت الكورونا كنا عم نحكي رأينا اه متل ما ميشوف. هون احنا ما بحقلنا نحكي رأينا اه مت الاكترية مش الحالة. بس الاكترية اه شو اسمه كمين دايات منه. علو. اتصالين. علو اهلا. شو انا اتصالين. اه. اتصالين. اه. اه. تفضل. اه. نعم. اه صباح الخير دكتور. اه معك بشير كرام يا انا. انا عملتلي ميل من شي تلتة جميع. اه. اه. ممنونك انا بس انا بدي اسأل سؤال في حبة السيالين اللي كنت عطيني اياها الصبح. اه. بدلني بكفي اخدها اة. اه لا بكتوقف. اه وديلي فويدس واتس اب. ذلك مخضونين مرضى. اه بس انتخذها عطوبة. ما توقف الا مسوفك. اهلا. 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 اهلا بس ودي نفويد. هلا بيخضوا منهم. لا لا لا. لا نعرف اشت عم نلزق. انا بردع ككل الفويدات. هني بيعرفو مفي مردع فويد. بس عم بي في كمان حدا عم بيقلي انه الرقم والتفاصيل. رجعان عن زميلتنا سعاد على السنترال بتاخدوا الرقم واتساب و بتتواصلوا مع دكتور نعمي. علو. مرحبا. تفضل. انا زميلك عبدو متة كيفية? ني بونجور اهلا فيك. صحتك. عندي سؤال للحكيم. فضل. حكيم انا من خمسة وعشرين سنة عامل ميل ورجعت عملت من سنة. قال لي شرايينك اني الليتون. بعضهم هني زيتون. بس حكيمي ما عم بيعطيني لا اسبيرين ولا شي. ادي عمرك? نينة وستين سنة. طب عندك بالعين مشيك القلب? اه لا. لكن الاسبيرين وقتل والد وردني الشركة انا نزلت فيها للشعب. انا الاسبيرين بيمنع لك. لكن عبدو بمقال لك انت صحافة وبتسمعني شو عم بقولك? الاسبيرين بيمنع الجلطة على الراس عشر مرات. بيمنع الدبحة عشر مرات. بيمنع بيخفف الموت عشر مرات. بيخفف والدبحة عشر مرات. بيمنع الخرف عشر مرات. لم لا بدي ايخده. كل شي في انو بيسهل بيسهل هتدمشي بالعروب. دعيانو حكيم لازم يخد. اه? دعيانو الاسبين. خمسة وسبعين? الله يكسر حدا. خمسة وسبعين حبت اطفال. اه طبع حبت الاطفال. خبت اطفال. اليوم ايام 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 بردون كل يوم وزاش يوم من سيطة. ما ترجع على البيتها تاخدها لانو انت عم تاخدها ومقاية. واذا عندك اذا عندك مش في المعدي بتاخد اصبيرين نحن. عندك مش في المعدي بتاخد ملادي. هلا بتقلي يا عمي في عندي عالم بيان مع دم بالبال. الدم بالبال مش من الاسبين. هو عنده بحث بالبال. او عنده بحث بالكلوة. او عنده عمل بالبال. الاسبرين كشف له هالشي مش هو الي نزلله الدم. واحد اعمل ارحا هو عنده ارحا والاسبرين بيانو اياها. مش لهيك خوص صابين الاسبرين اطفال ما بايزي شي ابدا. انا دول بسمعك بسمعها اندي سؤال ايه? انا دخلت اسبرين. انت مبسوط. يعني كمي. انا بشكرك حبيبس. بضع دينك شي. هوا السياسيين معصبينك يا عبدو. لا لا لا. طب في غير عم يعصب هلا. اهلا فيك زميلنا عبدو متان. كمان اتصال. اهلا. اهلا. مو شور. مو شور تفضلي. اه اه دكتور بدي اسألك اه خي عمره سبعين سنة وعمل اه عمل اه ميل وحطو له ترى رسور. عمره سبعين سنة. اه بيقدر يعمل الاكت سكسويل او لا. بلا بانش عالويب بس مدام اكيد بيقدر يعمل طبيعي. اذا في عمل بيعمل اكيد. انا بدوش يمعين بشي ما بنتي غيب عن الواعي بس. لانه هو ايسا واحد في عمل عليها اللي عمل مدام. اي بس اصلي بيدر الالي. ابدا. ابدا بفيدر بيطول عمر كأنا رياضة. اللي بيقدر يعمل اكت سكسويل مدام اهمة من الرياضة. عبيحكي بطريقة جدية. يعني كتير في يعملوا قد ما بدو. نعم اهلا فيك اتصال جديد. الو. الو بونجور. اه بدي احكي مع الحكيم. لازم دحكت شاية. لا ما دحكت ملاكس. اخدنيها بطريقة علمية الو. الو بونجور. اه بدي احكي مع الحكيم اذا بتفيدي. اكيد. اه انا عمري خمسة وستين. ومعي سكري. بياخد جانمات. وفورزيغا ودياميكرو. من اسبوع رحت عند حكيم القلوب. قال لي عندك ستين بالمية العضلة عم تشتغل. اه. وعندك نشاف. اه. وقفل الاسبرين عطاني اجيكس. ايفا بردين. ونبلات. اه. اه. بضمي موقف الاسبرين. لا موقفلك الاسبرين. ما بعرف عطاني محلو. شو الاجيكس? شو مكتوب تحت الاجيكس? مسيل. مسيل? اي. برجك ازا كلوب دوغران اوكي بتفيك تخديمة على الاسبرين. و ايفا بردين. ما بدي شوف شو مكتوب تحته. هلا انا بعد ما اجبتهم بس عطاني الروشات. ما دام بصراحة بصراحة اول شي بكتب عطيليهم على الواتس اب هدي الفحوصات والصور. تاني شي با واحد عندنا شيك ما بنعطي دوا بعمريك وعنده سكري بنعمل له الفحوصات. بكتب عطيلي الفحوصات اللي عمليك ايهون والدوا العطاك ايهون تقلك شو تعملي. نعم. هلوقت خليك عم تختي اسبرين. اوكي برجع بذكريك يعني تتحولي عند زميلتنا على السنترال سعاد. الو. الو. انت على الهواء. انت على الهواء. اهلا. اهلا. اعطيك العافية. كيفا دكتور بدي اسألك فليز انا جوزي عمره اربعين. طالع معه الكوليسترول 310 والتريكليسيريد بثلاثمية تقريبا. الLDL ادياش? نعم. الLDL ادياش? اه الLDL كمان شوية عالي. طالع معه شي مئتان وعشرين. ايه لا بده دوء. هيدا عنده بالعائلة ورات كوليسترول. هو بيعمل يعني. بس قبل قبل عائلته فيها وراتة كوليسترول بالعائلة. اه والدته مع كوليسترول صحيح. بالعائلة فيه بالقلب وكوليسترول. فيه كوليسترول نعم. بالعائلة. ما في اراضي فيه كوليسترول. شو بديك تعمليه? شو جودة تعمل. بديك تعطيه دوء ضروري. لازم ياخد دوء صحيح. ضروري مجبورة ياخد دوء من اليوم. بتساكن التليفون بتعطيه دوء على مسؤوليتي. خصوصا برعايته في بالقلب. ليس بيكون الLDL عنده تحت المية. لو عمل حمية غزائية ما يمكن. ما الحمية الغزائية بتنزله تجليسيريد. كم تعليك. يعني انت هلا انا اذا انت تجليسيريد عنده ستمية. وقفلك انا كل شيء كربويدريت وكل شيء سكر وكل شيء جاتوه كل شيء الكول وكل شيء بزورات. بينزل للمية وخمسين. من الستمية. نعم. الLDL 210 اذا بتوقفي كلها. بينزل ماكسمو خمسة عشر مية. بسينة مية وسبعين. بشين هيك دوء دوني دوء الكوليسترول. قصة اذا عنده بالعائلة بالقلب. نعم اهلا فيك. نعم. واليعمل صورة صوتية ومجهود. اتصال اخر. الو. بونجور. تفضلي. بس بدي اسأل الدكتور اذا عم باخد جينجو بيلوبا عمري اتنين وستين. بقدر اخد اسبيرين ولا ماشي. ايه بس شو جينجو بيلوبا هيدا? جينجو بيلوبا هيدا باخدو من شانطانين الدينين. هلا انا حاطين انه مبتقدة. انا بقع في بيناكولادة هيدا مش ايسان محكي بعد. فكروا. بقرشي. بقرشي الكل طيب. لا مدام هيدا ما اللي ابي هيدا ما بعرف في الدواء هيدا بس اكيد فيدي اسبيرين معه. نعم. افيني. ايه. اوكي. في عندي. يالا فويس ميسج. بونجور يا تيكي العافي انتي ودكتور توني. بس سؤال انا بطلع الدرج بتعب كثير وحندي ضغط قلب. عم بيخد كونكور واملور مع بعض لانه. ايه فويس. عم بيخد كونكور واملور. بطلع الدرج بالهاد. رجاء انو اقفوا. روشو روشو. لا لا خلصوا مدام ريكي شوي. الفويسياتي بعتليون ع تليفوني الخاص جوبكو انا بس افضل من عشي. المريضة بتتعب بس تكون ضغطة عيلة فيه تتعب على الدرج. اذا نصحاني فيه تطلع الدرج. اذا شرينا مسكر فيه تطلع الدرج. بشي لايك عملك ستين سنة. عملك ستين او خمسة ثلاثة وخمسين سنة. وعنديك تخلي ادوية. وعم تتعب. عملي صورة صوتية وفحص مجهود. فحص مجهود. شو الذات التميين مسكر شريناو بيتعب على ثلاثة الطوابان. عالتسعين بيتعب على طابعين. ببعدان بسي سكي ويعمل درحة قلبية. عم تتعب يعمل الفروسات. مع انو التعب فيكون نصاحة. فيكون فقر دام. فيكون ضغط عم بيعلى وفيكون. اه سفقة هوا فيكون فيروس روية. بس نفس الوقت فيكون كمان شري موسكرا. بنعمل الفروسات انا لابش هو. اا زوجة عمره اربعة وخمسين ركب رسار. امه وتوفت جلطة. او بيو كان عنده واشاكو القلب، هو ها هو المفروض اعمر كرميل ولادة لا نتخرج po hears��� سيكون لديه الديل تحت السبعين لأنه مريز عنده بالعينة بالقلب بدي يكون عنده الديل تحت المية. إذا هو عنده بالقلب صار بدي يكون تحت السبعين. الولاد بدي يبلشون دوتا يكون الديل تحت المية مش ميورته من بيون. عمر 53 معي رابو معي ارحى بالمعدة على الخفيفين يأخذ اسبيكوت على صحة السلام. لا ارحى على الخفيف ما في ارحى على الخفيف. اذا ارحى اكتب 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 لها اذا ارحى طيبة اكتب من سين فان يأخذ اسبيكوت. اذا ارحى مش طيبة صرر اكتب من سين فان يأخذ بلافكس او كلوب بلوغراغ. عملت صورة صوتية على الحكيم عنده انسيديت بالصمام وتكلث وليزم اعمل قلب مفتوح. انا بيأخذ كزافيرون كونكورو 20. لا كيمة للسؤال بدون معرفة الكياس. الواحد الجواب. اذا اوارت مسكر تحت الواحد فاصلي واحد اكيد منفكر بعملية اذا في عوارد. اذا فاق الواحد فاصلي ثلاثة لأ مننطر اذا ما في عوارد. اذا تحت الواحد مجبوري نعمل عملية. مشيناك انا تسكيل بالصمام ما بيهمني اذا ما قلت لي ادي او بعتلي صورة عن الصورة الصوتية. تلاتة وتسعين العمر عنده حساسية على الاسبيرين شو بياخد محله? حساسية على الاسبيرين تتو تسعين سنة مش عمق. يعني بصراحة تلاتة سعين سنة بشكل لكون الحساسية. انا بيكون سيستم ايميتين تبعهم كتير ضيفة طبع حسية. بس انو بياخد كلوبيدوغرال. بياخد كلوبيدوغرال. بس انو انا بيستغل بيقول. يا مردى بيجو عندي عندي حسية على الاسبيرين شو على البنادول شو على اه بيعطيهم دواء بعطيهم اسبيرين بالمصل يعني. ما بيكون في عنده اي مشكل يعني. بس انو اذا بدي اعطمم بيليو ياخد كلوبيدوغرال. اتصال. الو. 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 فضل لي مدام. اه بقدر احتي مع الحكيم. فضل لي. اكيد. اه. دكتور يعطيك العافية. اهلا فيك. حبيبي. انا عمري خمسة وتمانين سني دكتور. يوم بياخد اسبيرين. ساعة واحدة. ويوم بياخد اسبيرين. مايش الحال هيك. لماذا? لا عمت نوعية يا مدام. لانو عندي اجابتلي بنت اختي علبة اسبيرين. ادي عارة الاسبيرين. واحدة وتمانين. وهي ديكة. مية. اه هنه زيتهم. هي زيتهم. ما كانك عمت غيريك. اه انو ديجا ما. انو ديجا مايش الحال. نفس الشي نفس الشي. خدي كيف ما بديك. كيف ما بديك خديه. انو بياخد يوم اسبيرين يوم اسبيرين. ما بيأسر فيك اخدي يومين بيومين. فيك تخدي قلبي وقلبي ما بيأسر. ما تعتلي يا مدام. بس اميني فخصات يا عملي. بس ضروري تعمل. بس ضروري تعمل فخصات يا مدام. تكرم عيني. اهلا فيك. عمري خمسين معي سكري. مخزون ستة عريق مية وعشرين بياخد دواء سكري اسبيكات. واسبيكات. عندي مية وخمسين الالدقال. كمان بياخد دواء. عنا بالعيلي بالقلب بطلع درج. لحدود ستة وابق ما في مشكلة. بس لما بيحمل تقل عشرة كيلو بمشي فيه مسافة بيصير دقات قلب سريعة خاصة بالشوب. وزن مية وعشرة طولي متر وسبة وسبعين. هلا وزنه مية وعشرة بيطلع ستة وابق ها خبرية وان هاي ده. الطابق كم درجة. يكونش درجتان درجتان مش ما اقول يعني ها بالاخير هاو دي شغلات بطولت يا جميع ما فينا نعم بطولت ع بعضنا. لو بتطلع عشرين طابق. كل شي مطلوب منك. عندك كل هالعوارد. وعندك سكر وعندك بيت سكر وعندك كولستيرول. عميل صورة صوتية موجودة هالقد هينين بيطلعوك عالطوابق قدام الكمبيوتر بيباين معنا كل شي اذا في ضغطك عميلة انت هلا بس عم تحمل وعم بيعلى ضغطك وعم بيعلى نبضك مبعب شو عم بصير معك كيف بدي اعرف زي ما فحصتك انت وعم تمشي هالقد هيني القصة بكتير بسيطة صورة صوتية موجودة تعملها كل ستة شهور اذا بتدخن اذا بتدخن وعندك شكك لثلاثة شهور اذا ما بتدخن عند كل سنة مش كتير صعب القصة الكلسترول بيعمل بالقلب ولو مناخد الدواء نا اذا مناخد الدواء ما في ليكي ما حدا بيشفي الا ربنة ما حدا في موت الا ربنة نحنا منعطي ادوية تبشين نخفف وننظم نوعية الحياة الدواء الكلسترول بيخفف مرض القلب وبينازله قطلة تحت العشرة بالمية اذا مش عم تاخد دواء اكيد بتعمي مرضكو يا قلب زوجة حاطة رسور من عشرة شهور الو تقريبا ثلاثة شهور بيعرق كثير بالليل شو السبب؟ فيكون عاديوية السيالين عاديوية الكولسترول فيكون عاديوية اللي عم ياخدها جديدة ما بينعين عمل الفحص دام لقلو وشوف او انو مشاوه بيدور الاسي في المتاصلة اللي حكيتنا انو عمره 93 سنة باية وبيخد حساسية عندو حساسية على الاسبيرين بدألك بس ياخد اسبيرين ورم راسه بس اخد اسبيرين انا انا ما امي فيه الاسبيرين حسيه سبيسيال با العمر انا بحاجة بلا فيكس حال انا عم بساعد العالم انو مشكلة عندو حسيه وفاكر عندو حسيه الاسبيرين بسكو عندك حسيه كل جسمك لوران كيف يقول يمرو رأسه؟ كيف يقول يمرو رأسه؟ لكن لماذا أريد أن يخاطئ؟ لا يوجد مشكلة. لكن لا يوافئ. الحاسية تعمل بكل جسد. أريد أن أعتذر من إعطائنا لأنه يصبح هناك تواصل بينكم وبين الحكيم إذا كان هناك مجال تبعثوا لنا مكتوب بالمرة القادمة. أو يبعثوا على التليفون الخاص. لكن يأخذوا رأينا. ويأخذوا من عند زميلتنا سعاد عستنترال. دكتور توني نعم اختصاصي قلب وشريين. مرسي دكتور. أهلا فيك. شكرا. مشكر بدور الأصدقاء المشاهدين والمستمعين. يلي تبعوا كلينيك. شكرا. 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 شكرا.